المجلس الأعلى للإعلام على لسان أستاذنا وشيخ الإزاعيين وشيخ الإعلاميين الذي نعتز به كثيرا أستاذنا الخال فهم عمر أن المجلس الأعلى للإعلام بيعكف على تفريغ بعض الحلقات الأخيرة لبرنامج جزا مالك اليوم لأوز أقوله لكم أن هناك اجتمعا سوف يوقد يوم الأربعاء المقبل على أكثر تقدير بعد عودة الأستاذ مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام من حضور مؤتمر ما في شرم الشيخ كامل برهولكم علومات وسوف يتقرر في هذا الاجتماع إقاف رئيس نادي الزمالك عدة أشهر وإقاف برنامج الزمالك اليوم على قناة الحدث اليوم والسبب هو نشر البزاء والسفالة والانحطاب والسماح بسالة لها مكان رفيعة فيما يحدث كل ذلك فإن مجلس النواب لا يرفع الحصان على الرئيس العامة بعد سداد هاني زادة لمبلغ مالي نحن نحتلم قرار النيابة العامة ومعاني النائب العامة قانونية بس قرارات وعقوبات ضد رئيس نادي الزمالك بعد حملة السبابة الذي يتفوق فيها هيحصل عليها رئيس نادي الزمالك هو كل يوم عنده ابتكارات وعنده إبداع في مسألة الشتاء بدرجة استفزلة الإعلام هاني حتحود والدولة ده أمر بيسير على مدل استفاهم وكل جهة ما لديه خلال اجتماع كابتن الخطيب مع وزير الشامر رياضة في أزمة مباراة تلقين وده أنه فيه وجد أي حملات من النادي الأهل ضد رئيس نادي الزمالك وأنا بشك في اللي هو بيقول أن مصيات إعلامية تختلف معه أو تنتقده أو تكشف سواءاته وعوراته ومخالفاته وبالتالي هو بيقول أرقامها على الهواء فضل ونعمة بسباب صريح وما إلى ذلك فالمسؤول في المجلس الأعلى للإعلام أكد لي أنهم بانتظار عودة تجاه حملات الشتائم والبزاقات ضد عناصر عديدة مجلس النقابة الصحفيين هيعقد اجتماعه غدا الأستاذ الدكتور دياء رشوال ومجلسه المحترم في الاجتماع غدا وهم مجهزين فيه أنهم مخطبة المجلس الأعلى للإعلام ونقابة الإعلاميين ولتطبيق القانون فيما يتعلق بقدرة السب والقاس وطبعا في نفس الفكرة هيشكله وفدي قابله علي عبد العالي رئيس مجلس النواب والصديق الصدوق لرئيس نادي الزمالك واللي بيحبه وقاله الناس سألوني عليك في سربيا وأمريكا يا راجل انت عامل ايه اخبارك ايه عامل لنا صد كبير جدا في امريكا وصربي عايزينك شد حيلك كده يعني فهيقابلوه عشان برضو نفس المسألة في تطولاته وشتاقيمه ضد مجلس النقابة وضد الزمانات الصحفيين ومجلس النقابة سيتطلب نقابة الإعلاميين ومجلس الأعلى الإعلام بالانضمام إلى نقابة الصحفيين فيه إجراءاتها ضد رئيس نادي الزمالك لمخالفة القالون في حق عضاء نقابة الصحفيين وغالبا هياخدوا قرار بمنع نشر اسمه وصوره وفي كل وسائل الإعلام ولو اتنشرت بتبقى نيجات في تبقى الصورة عاملة زي العفريتا ويشار إليه بصفته في حال أي تصريحات مهمة منه يعني يتقال رئيس نادي الزمالك لكن ما يتقالش اسمه أو صورته اللي تنشر صريحة تنشر عفريتا كده فده دي من الأمور اللي بتبقى وسائل للتعبير عن الغضب والاستياء من هذه السخصية يعني بسط حاجة اسمك ما يتنشرش اسمك عور علي ينشر فيتقال صفته رئيس نادي الزمال ولا يستطيع ولا يجرؤ أحد أنه هو يخالف القرار زي ما أنا عارف أنه تبقى فيه لجان للتحقيق فيما جرى وفيما يحدث في هذا البرنامج لأن الموضوع مش هيعد مرور الكراهم لأن نقابة الصحفيين هي نقابة الحرية نقابة حرية الرأي، نقابة الاحترام، نقابة الصموة ضد الطغيان على مطاريخ، والصموة ضد طغاه الظالمين لأن أتطور الشتائم والسباب أمر سهل جدا أن أي حد يفعله لكن تعلمنا إبداء الرأي بكل حرية واحترام الحفاظ على صورة الصحفي إنك أنت القاضي من الغيز إنفعش إنك أنت تبقى زي إن في وسائل قانونية أن من يشتم ويسوبه هو من يخسر لدى الرأي العام، ولدى الناس، وأن من يتحور بأدب وشياء كبروقيه هو من يفوز في نهاية المطار ودى ظهر بشدة في الأولى الأخيرة بعد كابت المحمود الخطيب اللي كسب مكسب كبير جدا باحترامه وإدبه وشيكته وأكبر الجنيع على احترامه ورفعه وبعاله بعد اتخاذه وإجراءاته وشكويه إلى كافة الجهات المصرية بعض الناس يقول لك أصله هو محب أصله فيه ناس بتدفع عنه، أصله جزء من الدولة وجزء من النظام ما أعتقدش أن دولة مصر التي يحكمها رئيس جمهورية عفيف اللسان يمكن أن يوافق على وجود هذه الشخصية من النظام أو ضمن المنظومة لكن يبقى أن صمت الدولة المصرية على ما يفعله رئيس ناد الزمالك يوميا من سباب وشتائم خروج عن حدود اللياقة أمرا محيرا ومسيرا لعلامات الاستفحام وعلى الدولة المصرية أن تطبق القالون على الجميع وعلى الدولة المصرية أن لا تحمي من يسب ويشتر عندنا رهام سعيد تكلمت بس على الست المليانة أو كلام بالشكل ده توقفت سنة توقفت سنة ما بالك باللي بقول ألفاظ خادشة للحقيقة على الهواء مباشرة هل تقدمونه للمجتمع قد قدوة؟ هل ترونه هو أمثال من يجب أن يحتزي به من الشباب؟ تلك أسئلة تدور في مجدن الشعب المصري وعلى ألسانة وفي كافة لقاءات أي ثلاثة أربعة مصريين أي اتنين يقول لك الدولة حميئة والدولة عاوزة والدولة كيف فهنشوف اليام اللي هي فيها إيه لكن عاوز أقول حاجة تانية أنتقل من هذه السلوكيات إلى السلوكيات بأرق وأرفع وتتصق مع الأخلاقيات الكريمة وتتصق مع السلوكيات والروح الرياضية وهي أخلاق كابتن محمود الخطيب كابتن محمود الخطيب يغيب الآن عن اجتماع مجلس إدارة النادي الأهل الذي يعقد في فرق الشيخ زايل وهتولى رئاسة الاجتماع معالي الوزير العمري فاروق ومعه أمينة للصندوق والأستاذ خلاد مرتاجي والمجلس كله موجود وهينقش بعض الملفات الإدارية وكابتن الخطيب غيابه عن الاجتماع نظرا لتعليمات طبيب الخاص دكتور أحمد فرهوت بملأزمة الفراش وعدم الجلوث كثيرا على الكراسي حتى يشفى بإذن الله من ألام الظاهر بعد مسألة الحق فكابتن الخطيب غيابه عن الاجتماع وغيابه أمر طبيعي وهو يوم ما كان عنده الوزير والوافد المرافق له جاء على نفسه وقعد مع الناس ويحرص أن يوعب مجموعا وديا أو اجتماعا رسميا معه مجموعة شركة الأهل لإنتاج الأعلام العمري فاروق نايب رئيس النادي الأستاذ خالد درندل أمين السندوق الأستاذ خالد مرتاجي المستشار حلمي عبد الرازي الدكتور سعد الشباب لها مجموعة شركة الأهل الإنتاج الأعلامي لبحث تطوير قناة النادي الأهلي والبحث عن مستحقات النادي لدى إعلام النصريين أو في الفترة اللي جاي أعزين بيعملوا نقلة بقى نقلة نقلة كبيرة في قناة النادي الأهلي وتطوير وعلى ذكر قناة النادي الأهلي أنا كلمتكم على مدار الأيام الثلاثة الماضية عن قضية الاستبدال الخطير وإن الزمالك مالوش غير مقع وإن المقاصة وبرامدس منهمش مقاعد وإن أي من حفل وحمد حمودي من الاستحلقتهم إلا إذا تم تغيير شروط المسابع بالأمس بدأ كابتن إسلام الشاطر أو قناة النادي الأهلي فتح هذا الملف الخطير لما أُمك لابو المعطي بفتح ملف وينفرد بملف بيقولك على حاجة محد الشارع وعلى قضية سوف تصار في المرحلة القادمة كما فتح الملف أيضا خالد الغندور مع رئيس نادي الزمالك وقال له أن أنا مش عاوز أتكلم في الموضوع ده نظرا لأن رئيس نادي الزمالك يمارس ضغوطا عنيفة وجبارة على عمر بيت جنين رئيس تحوط جرد القدم لتغيير هذا البند وزيادة عدد اللاعبان المحترفين إلى 7 أو 8 عفوا للمستبدلين البعيد الهادب يتابع الموقف ليه؟ أنه مع احترام شروط المسابقة مع احترام شروط المسابقة التي بدأت بها ويرافض التلاعب في هذا الأمر رغم أنه برضو الأهل اللهم قادم فقط والأهل عنده صفقات بيحاول دعم بالفرق وعنده لعيبة هتمشي وعنده لعيبة هتخرج من القايمة عشان يتم الاستفادة بمن يدخل تخرج من القايمة عشان يتم الاستفادة بمن يدخل زي محمد محمود فالدنيا مش ظهر قوي لكن لانفراضنا بفتح ملف الاستبدال بدأ مات انفراضات وقنبلها ومش عند أي حد تاني وهتقلب الدنيا في يناير أو في نهاية ديسمبر لكل واحد اوز يغير في اللقاح فقال لجنة غيرها فاجئوا انك لاب المعاطي ضرب لك كرسي في القلوب وقال لك ماذا يدور في الخفاء وجبنا تصريحات من الكابتن محمد فاضي عدو اللجنة التي تدير التحاد كرة القدم وأكد على طالما أننا نتحدث عن الناد الأهل لا يمكن أن ننفل أبدا 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 تغريدة المستشار تركي قال شيخ وهو بيكتبها بيقول لك اللي لعب معانا يتعور وقال لك ده ايه الشعر الجديد مش اللي لعب معانا يستحمل يتعور ومبرح قال لك ايه ظهره مش بس ظهره يطقطق ولا يجعه أو ظهره ما يستحملش في إشارة إلى حمد انك يستحمل لا هيبقى فيه أشياء مؤلمة 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 طيب ده ما علي المستشار تركي قال شيخ والناد الأهلي وقالنا أخوان طيب